مصادر التعلم الوحدة التاسعة شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للتعلم الجزء الثاني شبكات التواصل الاجتماعي يوتيوب يوتيوب هو موقع ويب يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية مجاناً ومشاهدتها عبر البث الحي ومشاركتها والتعليق عليها وغير ذلك كان يستخدم تقنية برنامج أدوبي فلاش لعرض المقاطع المتحركة أما الآن فيعتمد تقنية HTML5 ومحتوى الموقع يتنوع بين مقاطع الأفلام والتلفاز والموسيقى والبث المباشر وكذلك الفيديو المنتج من قبل الهوات والمتخصصين أسس في الرابع عشر من فبراير عام 2005 ميلادياً عن طريق ثلاث موظفين سابقين من شركة بيبال وهم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كاريم في مدينة سان برونو كاليفورنيا بالولايات المتحدة وفي أكتوبر 2006 أعلنت شركة جوجل التوصل لاتفاقية لشراء الموقع ليصبح ملكاً لها منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحالي يتيح اليوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة مقاطع الفيديو وإضافتها إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن الفيديو والتعليق عليه يتضمن المحتوى المتاح مقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الموسيقى والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو التعليمية والقنوات التعليمية يتم إنشاء معظم المحتوى وتحميله بواسطة الأفراد ويمكن للمستخدمين غير المشتركين مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع دون رفعها أو إضافة التعليقات والإعجابات عليها يمكن للمستخدمين المشتركين تحميل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو تتوفر مقاطع الفيديو المقيدة بالفئة العمرية فقط للمستخدمين المسجلين الذين يؤكدون أن عمرهم لا يقل عن 18 عاماً هل اليوتيوب مجاني؟ الغالبية العظمى من مقاطع الفيديو متاحة مجاناً للمشاهدة ولكن هناك استثناءات بما في ذلك القنوات المدفوعة القائمة على الاشتراك وتأجير الأفلام بالإضافة إلى اليوتيوب ميوزيك واليوتيوب بريميام وخدمات الاشتراك التي تقدم على التوالي دفقاً موسيقياً متميزاً وخالياً من الإعلانات فوائد استخدام اليوتيوب كمصدر للتعلم فيما يلي بعضاً من فوائد اليوتيوب كمصدر للتعلم أولاً الاستفادة من المحاضرات المتخصصة التي تنشر على قنوات اليوتيوب عبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة ثانياً يتميز الموقع بتعدد اللغات ودعم كامل للغة العربية ثالثاً يوفر طريقة جذابة لعرض الدروس والمحتوى العلمي كتمهيد أو شرح أو استنتاج علمي أو تطبيق وغيرها رابعاً يوفر الكثير من الوقت والجهد في عرض الدروس التي تحتاج إلى شرح توضيحي لا يمكن توفيرها بالطرق التقليدية خامساً يستطيع الطلاب الاستفادة من اليوتيوب بريميوم بسعر منخفض في حالة إثبات أنهم طلاب سادساً الاستفادة من خبرات الآخرين العلمية والمعرفية والمهنية في شتى المجالات سابعاً يوفر اليوتيوب مجالاً لإبداء الرأي والتعليقات والمناقشات بين المشاهدين ثامناً يسمح اليوتيوب بمشاركة المحتوى وتضمينه داخل منصات التعلم المختلفة تاسعاً يمكن العثور على موارد تعليمية متنوعة مثل شروحات الكتب وورش العمل وأمثلة تطبيقية تستخدم الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية لتبسيط المواضيع عاشراً يمكن للطلاب تعلم مهارات جديدة مثل البرمجة والتصميم الجرافيكي والرياضة وغيرها من المهارات أحد عشر، بعض الفيديوهات تحتوي على محتوى تحفيزي وتطوير ذاتي مما يساعد الطلاب على الحفاظ على تحفيزهم وتحقيق أهدافهم الشخصية والأكاديمية اثنى عشر، يستطيع الطلاب استخدام اليوتيوب لاستكشاف مجالات جديدة وتوسيع آفاق معرفتهم من خلال متابعة قنوات تقدم محتوى ثقافي وعلمي اليوتيوب بريميوم يوتيوب بريميوم هو أحد الخدمات التي تقدمها شركة جوجل والتي أطلقت عام 2018 وهي خدمة مدفوعة تتغير قيمة الاشتراك الخاصة بها من دولة لأخرى وقد لاقت قبولاً كبيراً من المستخدمين لأنها تتيح لهم العديد من الميزات منها مشاهدة الفيديو بدون إعلانات، تحميل مقاطع الفيديو بدون قيود، تشغيل الفيديوهات في الخلفية فضلاً عن الوصول لمحتوى حصري للمشتركين ترجمة نانسي قنقر